حلقتي عايزة اقول برضو جملة ورسالة لجمهور الاهلي العظيم عايزة اقول لكم عارفين يعني ايه لما الاتحاد الافريقي يكرر يبدأ بطولة الدول السوبر وعشان ينجحها يكون اول قرار ليه ان الاهلي لازم يكون النادي رقم واحد فيها عارفين يعني ايه اول زيارة الوافد الفيفا والكاف تبقى للنادي الاهلي وينبهروا كمان بالبنية التحتية للبلد زي استاد القاهرة والفنادق المحيطة بيه والبنية التحتية للنادي عارفين يعني ايه لما مسؤول الفيفا والكاف يقولوا ان اللي شفناه مش غريب على اسم الاهلي اللي مشرف قارة افريقيا وبالده في كل العالم وبكونوا كان النادي الاكثر تتويجا بالبطولات القارة في العالم كمان بحصولوا على المدارية البرونزية تلات مرات في بطولة العالم للانداء فيه ناس كتير هتحاول تحبطكو وتقلل من النادي وتاريخو وإدارته وفريقو لكن التاريخ عمره ما هيتزيف والإشادات العالمية بالاهلي مستمرة وده بينفي كل المحاولات الفشلة دعموكو للنادي سروا قوتو خليكو في ظهر ناديكم وده مش جديد عليكم عشان يبقى ويظل الاهلي هو أعظم نادي في الكون مش انتو اللي قلتم كده أعظم نادي في الكون لو كل الدنيا ضده هفضل أحبه بجنون حلقتنا خلصت واشوفكم الحلقة الجاية في السجادة الحمرة